أعلن نادي لاتزيو الإيطالي تعقده الرسمي مع المدرب موريتسيو ساري للإشراف على تدريب الفريق خلفا لسيموني إنزاكي الذي انتقل للإشراف على أنتر بطل الدوري المحلي ولم يشرف ساري على أي فريق منذ إقالته من منصبه مدربا لفريق يوفانتوس في غشت عام 2020 بعد موسم واحد فقط على رأس الجهاز الفني وذلك إثر خروجه المخيم من دور أبطال أوروبا أمام ليون الفرنسي في دور الستة عشر علما بأنه قاد فريق السيد العجوز لإحراز اللقب المحلي في الموسم ذاته وإلى نهائي كأس إيطاليا الذي خسره أمام نابولي بركلات الترجيح